مساء الخير اليوم حتكون قصتنا المميزة عن نمبر ون رقم واحد في عالم فور افر وهو رولف كيب ألماني الجنسية حبيت توضح لكم قصته باللغة العربية وهو حكاها باللغة الألمانية فنحكي شوي عنه وبعدين ندخل في تفاصيل قصته وكيف بدأ مع الشريكة وهي القصص أول شي رولف كيب عمره حالياً خمسين سنة وبيحكي أنه أنا صرت محطوط أكتر لما عملت بجت أكتر هذا الأساسي بالحياة ما في شي بيجي عبارة المستريح وإنما الحظ بيجي أكتر من الشغل أكتر بتتعبوا أكتر طبعاً حكا عنه طفولته ما كانت حلوة وبالمدرسة تم فصله بالبداية لما كان بالابتدائية وبالمرحلة هاي سكول مرحلة الثانوية والإعدادية كان فاشل فشل في هين مرحلة وتم أبوه طالعه من المدرسة وأعطى يعني بشغله بمجال شيف أو يكون طباخ ودخل هذا المجال فقط لمدة أسبوعين وتمطرته بعده لأنه ما كان أجح فيه بيحكي بكل صراحة وشفى فيه أنه طول حياته فترة الشباب ما كان فيها أي نجاح أبداً وإنما كانت كلها إخفاقات وفشل ولكنه مع هيك ما آمن بحاله أنه شخص فاشل لا وإنما بالصدفة عم يحكي أنه تعرف على الشركة فوريفر هنعرف كيف تعرف على شركة فوريفر فبالصدفة كانت أشخاص عنده بالعيلة والده والده مريضين وعم يدوروا على منتجات طبيعية تفيدهم بالصدفة تعرفوا على منتجات شركة فوريفر وجابوا هاي المنتجات وصار يحسوا بتحسن يوم بعد يوم خف المراض كتير وحسوا بتحسن كبير لاحظ رولف كيب هاي النتيجة على عيلته أنه هاي المنتجات حلوة عم تعطي نتيجة حلوة حكا بدي جربها على حالي شو شو السبب شو السر فبدأ يشرب من هاي المنتجات جاب منتجات عصير الصبار جربها وأخذ منتجات للبشرة وصار يحس يوم عن يوم أنه هو أقوى وفي عنده باور ونشاط أكتر وأكتر فإجا الفضول أنه يعرف عن هاي المنتجات أكتر ويقول أنه هاي منتجات رائعة جدا ومفيدة جدا للأشخاص فلازم أنا أنشرها بألمانيا وبدأ يجيب من هاي المنتجات بدأ بشكل فوضوي طبعا هو بيحكي ما في حدا فوضوي قدي فبدأ بياخد المنتجات ويحزمها معه ويطلع يوزها عن ناس أنه يحكي عن التجربة أهل المرور فيها وهيك وبهدفه أن يفيد الناس كمان طبعا ما كان بيعرف شي عن الخطة التسويقية ما كان بيعرف شي عن البونس ما كان بيعرف شي أبدا أبدا كان همه الوحيد أنه يوصل هاي المنتجات للناس وبعدين اشترى كتاب بيحكي عن الألو غيرا عن الصبار وشوف فوائده وعرف أنه لحتى تعرف الحقيقة أول شي بتقرأ عنها نصف الأول القراءة عنه ونصف الثاني تجربه لحتى تكون عندك الصورة متكاملة وبعدين بدت فكرة أنه يحكي عن هذا الموضوع ويحكي عن هذا المشروع طبعا هو يعتبر الخطة التانية لريكس مون وبحكم أنه كان بعيد عنه فما كان في شخص يعلمه ما كان في شخص يواجهه ويرشده كان هو مضطر أنه هو يعمل كل شيء يتعلم خطوة بخطوة كل شيء من تلقاء نفسه وحكى كلمة جوهرية جدا حكاها أنه لو أنه أنا شخص كان سبونسر عني مسؤول عني وتحمل عني جزء من مسؤولياتي فأنا ما رح كن ناجح لازم أنا أتحمل كل مسؤولياتي لحتى أكون شخص ناجح وبالفعل اعتمد على حاله وصار رقم واحد بعالم فور إفر طبعا بيحكي أنه هاي المرحلة أنك تكون رقم واحد مو سهلة مر بأشياء صعبة كتير بحياته ولكن ما خلها توقف عائق بطموحه وبدت بدايته بدأنا يحكينا أنه كيف بدأ مشروعه فبدأ يعمل تنظيم أو ميتينج لقاءات للناس يحكي لهم عن المشروع كان أول اللي قائله كان داعي عليه تقريبا ميت شخص وكان بالشركة هيكون هذا الاجتماع بفرع الشركة بألمانيا ودعا الناس دعا ميت شخص وحضر تحضيرات لتكفي لميت شخص وعم ينطرهم كان الموعد ع الساعة تنتين الظهر وعم يستنى هو إلى حاله موجود بالقاعة وصار له أسبوع ما نام لأنه متحمس كتير أنه لهذا الوقت أنه يحكي عن هذا المشروع ويحكي عنه فعم يستنى بعد تقريبا مرور خمس دقائق يجى أول ضيف طبعا هو حاطط براسه أنه عم يحكي بباله أنه أيوة الناس تأخروا لأنه أكيد جايين كلهم بباص واحد وأكيد هذا الباص يعني تأخر فهن تأخروا كلهم مع بعض هو متخيل الناس تيجي كلها دفع واحدة وعم يعتموا بريرات إيجابية لالشي اللي عم يصير معه فأول من دخل دخل عنده شخص كان شكله بديغارد يعني دخل على القاعة ودخل وتفضل الشخص الثاني كان سيدي عجوز جدا يعني ما فيها أن جاء تمشي لحالها مستندي على بنتها جاي معها بنتها لهذا الميدينغ طبعا بيحكيها بكل صدق أنه أنا كنت مبسوط جدا صحيح دعيت ميت شخصه لكن ما يجو غير شخصين ولكني كنت مسرور جدا جدا أنه أنا كان في عندي شخصين وقاد معهم وحكى لهم عن المشروع وتسجلوا معه الشي ضريب بالموضوع أنه بيحكي أنه هني تسجلوا معه لأنه فقط لأنه دفع لهم أجار السيارة اللي ترجعهم لبيتهم وإمكان التجهيزات اللي كانت موجودة بالميتنغ طبعا هني ما كانوا أشخاص جديين بالعمل وإنما فقط تسجيل مع هيك ما يقس ولا استسلم أبدا أبدا وبدأ ينظم حياته بدأ أول شي هو كان فوضوي جدا ولكن بدأ بتنظيم حياته بدأ أنه يغفق يوميا ساعة خمسة ونص الصباح يتناول الفطور يعمل صور الخاصة فيه بعدين عالسبعة ونص يبدأ المشروع يبدأ شغله من تنظيم لقاءات عمل بالوقت بالساعة بيحدد شو رح يعمل عشرة الصبح كان يعمل لقاءات فردي مع الناس وينتقل من شخص لشخص يحكي لهم عن المنتجات والمشروع ساعة امتين الظهر كان يعمل ميتنج لفرصة العمل الساعة اربعة يعمل ميتنج لفرصة العمل سبعة ونص يعمل ميتنج تسعة ونص يعمل ميتنج يعني خمس لقاءات بالأسبوع خمس لقاءات باليوم كانت اتمر يعني ونفس الروتين يوميا يعمل نفس الشيء كل يوم يعمل نفس الروتين وكان ينظم محاضرات ولقاءات لللي نستجل وجدد معه طبعا ما كان يتركون وانما ما كان في انترنت بهذيك الفترة وانما كان يروح للاشخاص ينتقل من مكان للتاني لحتى يشرح عن هذا المشروع ويشرح عن المنتجات وبيحكي قصة صارت معه فبيوم من الايام كان في عنده ميتنج بسويزرلاند وطبعا هاي المنطقة بتبعد عنهم تقريبا ثلاثمائة كيلو متر بعد يوم طويل من التعب والارهاق وكان عامل ثلاث ميتنج ثلاث لقاءات وبعدين اجتمع مع الناس الداونلاين المنبرز الاعضاء اللي كانوا مسجلين معه وخلص يومه بالليل فهو راجع للبيت بطريق الراجع للبيت ع كتر مهو التعبان فعمل غطب النوم وعمل اكسيدان عمل حادث وما الصحي حتى وقت اللي صار الحادث هو ما الصحي إلا لتاني يوم البوليس عم ينقر على باب السيارة انه عم يشوفوا انه بعده عايش ولا لا هو مو حاسس بهده الشي اللي صار معه بسبب التعب والارهاق يلي كان فيه بالموضوع انه كانت السيارة مدمرة وهو بعده ناجي سبحان الله واهمة شي الاشياء الاربع اللي يحافظ عليها طيلة العشرين سنة كل يوم بيعمل لهم طيلة عشرين سنة هي وهذا المهم بالموضوع وهذا هو الجذري والأساس انه كل شخص ناجح حابب يكون ناجح يعمل فيه اول شي يوميا خمس اتصالات مع الناس تاني شي يوميا بيبيع خمس منتجات من الشركة لحد الان طبعا يوميا بيسجل بيفكر بخمس طرق لحتى ينموا البزنس اللي هو ماسكو وكل اسبوع بيسجل خمس اشخاص معه يعني بيكون سبونسر عن خمس اشخاص بالاسبوع بيبيع منتجات يوميا خمس منتجات وبيجري اتصالات مع خمس اشخاص يوميا وهي خطط الناس الناجحين هيك الناس الناجحين بيخططو وفيه شي مهم جدا بالموضوع انكن حكا باخر المحاضرة انه انسوا الاشخاص اللي حواليكن وفكروا بذاتكن انتو بس انسوا الاشخاص المحبطين اللي حواليكن او انسوا اي شخص جمبكن وفكروا بحالكن انتو فكروا انو بدكن تغيروا حياتكن وانو لو كنتوا بدكن تكونوا رقم واحد بفور افر فحتبدأوا من جواتكن تبدأوا بتغيير انفسكن لحتى توصلوا لهذا الهدف وبتمنى تكون قصة اعجبتكن ان شاء الله نلتقي بقصص تانية ان شاء الله عن نجاحات اشخاص تانية مع فور افر ما شكور انكات باقن اروى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة